في إطار توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي استعرضت وزارة تنمية المحلية تقريرا عن الموقف التنفيذي لمسيرة نجاح مبادرة سند الخير لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين بالمحافظات وقال وزير التنمية المحلية هشام أمنى أن المبادرات جابت المناطق الشعبية والأكثر احتياجا في 18 محافظة وحققات مبيعات تقدر بـ 431.4 مليون جنيه على مدار 106 أسابيع